السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته والصلاة والسلام على أشرف المسلين أعزائي مرحبا بكم معي في هذا الفيديو فيديو سيكون موجه لتلاميذ السنة الثالثة من التعليم التدائي قراسة المفيد في اللغة العربية نص وظيفي جديد النص الوظيفي الثاني في الوحدة الرابعة وحدة الحرف والمهن عنوان نص الوظيفي عند الطبيبي البيطاري عند الطبيبي البيطاري ولاحظوا أتوقع أبين المكان الذي في المشهد وأرى ما فيه من الحيوانات إذن من خلال المشهد يبدو أن المكان هو عيادة الطبيبي البيطاري يعني من خلال المشهد كما تلاحظونها كمجموعة من الحيوانات وعلى ما يبدو أن هذا المكان هو عيادة لطبيبي البيطاري أما بالنسبة للحيوانات فهناك حمار شات قرد قط وكلب حمار شات قرد قط وكلب إذن ولاحظوا أتوقع من خلال المشهد يبدو أن المكان هو عيادة للطبيب البيطري بالنسبة للحيوانات الموجودة في المشهد قط كلب حمار شات وقرد السؤال الثاني من خلال المشهد والعنوان أتوقع موضوع الذي يمكن أن يتحدث عن النص إذن من خلال المشهد المتواجد أمامنا والعنوان عند الطبيب البيطري أتوقع أن النص يتحدث عن الطبيب البيطري وما يقوم به من أعمال إذن من خلال المشهد والعنوان أتوقع أن النص يتحدث عن الطبيب البيطري وما يقوم به من أعمال ننتقل لقراءة النص عنوان النص عند الطبيب البيطري الكلب بوبي حارس أمين لضيعتنا يقف ببابها رقيبا يملأ الدنيا نباحا كلما اقترب غريب منها ويكون أكثر يقدة في الليل مخافة أن يتسرب إلى الضيعة ثعلب ماكر أو دئب غادر في أحد الأيام كسرت رياح قوية غصن شجرة وقع على بوبي فشله عن الحركة رافقت أبي وحملنا بوبي إلى عيادة البيطري في باحة الاستقبال رأيت الكثير من الحيوانات مع أصحابها هذا قط غائر العينين وهذه شاة جاثمة على الأرض لا تستطيع الوقوف وهناك قرد لا يقوم بحركاته البهلوانية المضحية وبقربه حمار ينزف الدم من ساقي في غرفة الفحس لم ينبح بوبي ولم يبتعد عن البيطري حين ربت على ظهره الناعم وشرع في فحسه لعل بوبي تذكر المكان والشخص فهو من لقحه ضد داء الكلب في شهر مضى قبل شهر مضى بعد الفحس قال البيطري بوبي بخير لم يصبك أي كسر فقد تورمت عضلات فخده الأيمن يحتاج إلى بعض الدواء والراحة ويعود إلى سابق عمله في طريق العودة إلى ضيعتنا قلت لأبي ما أروع ما يقوم به الطبيب البيطري يفحص الحيوان ويعالجه مع أن الحيوان لا يستطيع أن يشرح للطبيب حالته ولا موضع آلامه ولا ما يعانيه قال أبي الطبيب البيطري يعرف معاناة الحيوان مع المرض بفضل علمه وخبرته وهو لا يشتغل في عيادته فقط بل يتفقد ضيعات ليلقح المواشي والدواب ضد الأمراض التي تفتك بها كما يتفقد مزرعات الدواج ليحميها من الأوبئة التي تؤدي إلى نفوقها ويراقب لحوم المواشي المدبوحة في المجازر ليستهلك الناس اللحومة السليمة من المرض ويعالج الأبقار التي تتعرض ضروعها للجراثيم فلا يشرب الناس الحيوان الحليب الملوث قلت عمل البيطري إنساني أيضا إنه يهتم بالحيوان ويحمي الإنسان أنمي معجمي أختار الشرح المناسب لكل كلمة إذن جثم لسق بالأرض أو جلسة إذن جثم لسق بالأرض داء مرض أو شفاء داء معناها مرض تورمت انتفخت من مرض أو جرحت تورمت انتفخت انتفخت من مرض نفوق موت الحيوان أو مرض نفوق موت الحيوان تقل صفحة الموالية صفحة رقم 134 اذكر كلمات من عائلة شرب شرب إذن كلمات من عائلة شرب هناك مشروب شارب شارب تشرب إذن شرب مشروب شارب تشرب استخرج من الفقرة الأولى مرادفات الكلمات الأتية حارس يتسلل سقط إذن حارس الكلب بوبي حارس أمين لضيعتنا يقف ببابها رقيبا إذن مرادف كلمة حارس رقيب كلمة موالية يتسلل يملأ الدنيا نباحا كلما اقترب غريب منها ويكون أكثر أكثر يقظة في الليل مخافة أن يتسرب يتسلل مرادفها يتسرب إلى الضيعة ثعلب ماكر أو ذئب غادر في أحد الأيام كسرت رياح قوية غصن الشجرة وقع على بوبي فشله عن الحركة إذن كلمة سقط مرادفها وقع حارس رقيب يتسلل يتسرب سقط وقع أفهم متى يملأ بوبي الدنيا نباحا متى يملأ بوبي الدنيا نباحا إذن يملأ بوبي الدنيا نباحا كلما اقترب غريب من الضيعة إذن كل أسئلة الفهم بالنص يملأ بوبي الدنيا نباحا عندما يقترب غريب من الضيعة ماذا سقط على بوبي دائما في الفقر الأولى في أحد الأيام كسرت رياح قوي غصن شجرة ووقع على بوبي يعني سقط على بوبي فشل حركاته إذن وقع غصن شجرة على بوبي إذن سقط على بوبي غصن شجرة سقط على بوبي غصن شجرة ما الحيوانات التي كانت في عيادة البيطري؟ الحيوانات التي كانت في عيادة البيطري قط شات قرد وحمار إذن الحيوانات التي كانت في عيادة البيطري هي الشات القط الحمار والقرد الحيوانات التي كانت في عيادة البيطري هي الشات القط الحمار والقرد كيف يعرف البيطري معاناة الحيوان هنا في الفقرة الأخيرة في طريقة العودة إلى ضيعتنا قلت لأبي ما أروع ما يقوم به الطبيب البيطري يفحص الحيوان ويعالجه مع أن الحيوان لا يستطيع أن يشرح للطبيب حالته ولا موضع آلامه ولا ما يعاني قال أبي الطبيب البيطري يعرف معاناة الحيوان مع المرض بفضل علمه وخبرته إذن يعرف الطبيب البيطري معاناة الحيوان بفضل علمه وخبرته إذن السؤال الأخير في أفهم يعرف البيطري معاناة الحيوان بفضل علمه وخبرته السؤال الخامس أذكر حالة كل حيوان من الحيوانات التي أحضرها أصحابها للعلاج كل هذا موجود في الفقرة المكتوبة بخط مضغوط لاحظوا معي قط غائر العينين شات جاثمة على الأرض قرد لا يقوم بحركته البهلوية المضحكة حمار ينزف الدم من ساقه إذن بالنسبة للقط فهو غائر العينين الشات جاثمة على الأرض لا تستطيع الوقوف القرد لا يقوم بحركاته البهلوانية الحمار ينزف الدم من ساقه أضع علامة أمام المهام التي يقوم بها البيطري ولم تذكر في النص علامة أمام المهمة التي يقوم بها الطبيب البيطري ولم تذكر في النص يراقب اللحومة في المجازر يراقب اللحومة في المجازر جاءت مذكورة في النص يلقح الدواب والمواشية جاءت مذكورة أيضا في النص يفحص الحيوانات المتوحشة لا لم تذكر لم يأتي ذكرها في النص يجري العمليات الجراحية للحيوانات أيضا لم يأتي ذكرها في النص إذن يراقب اللحومة في المجازر ويلقح الدواب والمواشي جاء النص على ذكرها لاحظوا معي المواشي المذبوحة في المجازر يراقب اللحوم المواشي المذبوحة في المجازر بالنسبة لتلقيح الحيوان فهو من لقحه ضد دائل الكلب أيضا يلقح يفحص الحيوانات المتبحشة ويلقح الدواء المواشي ورد ذكرها في النص أما بالنسبة لفحص الحيوانات المتبحشة وإجراء العملية الجراحية للحيوانات لم يأتي ذكرها في النص ننتقل للسؤال رقم ثمانية أقرأ كل فقرة من فقرات النص وأتعاون مزاملائي وزملاتي على اقتراحي عنوان لها ثم أكتبه قمنا بقراءة النص قبل قليل إذن بالنسبة للفقرة الأولى عنوان النص الكلب عنوان الفقرة الكلب الحارس الأمين الفقرة الثانية عيادة الطبيب البيطري أو في عيادة الطبيب البيطري فقرة الثالثة فحص بوبي أو فحص الكلب بوبي فقرة الرابعة مهام مبيطري مهام مبيطري إذن عنوان الفقرة الأولى الكلب الحارس الأمين أو بوبي الحارس الأمين فقرة الثانية عنوانها في عيادة الطبيب البيطري فقرة الثالثة فحص بوبي فقرة الرابعة مهام مبيطري تسعة السؤال لرقم تسعود في النص مرض يسمى باسم الحيوان المتسبب فيه أذكر اسم هذا الداء وكيف أتجنبه اسم الداء هو الكلب أتجنبه بالابتعاد عن الكلاب الضلة في الطريق وأيضا إن أردت تربية كلبا أقوم بتلقيحي إن أردت تربية كلبا أقوم بتلقيحي أنتج أقترح عنوان آخر للنص بالنسبة لعنوان نص أنا اخترته عمل إنساني أو عيادة الطبيب البيطري عنوان الأول عمل إنساني العنوان الثاني عيادة الطبيب البيطري أستعين بعناوين الفقرات التي كتبتها وألخص النص إصابة الكلب بوبي بشلال بعد أن وقع عليه غصن الشجرة وعند أخذه إلى البيطري شخصت حالته أنها تورم في عضلات فخذه الأيمن وبعد الفحص أكد البيطري حاجة بوبي للدواء والراحة فقط حتى يعود إلى سابق عمله وتحدث الأب وابنه عن مهام الطبيب البيطري وكيف يستطيع أن يتعرف معاناة الحيوان مع المرض بفضل علمه وخبراته أعيد الترخيص إصابة الكلب بوبي بشلال بعد أن وقع عليه غصن الشجرة وعند أخذه إلى البيطري شخصت حالته على أنها تورم في عضلات فخذه الأيمن وبعد الفحص أكد البيطري حاجة بوبي للدواء والراحة فقط حتى يعود إلى سابق عمله وتحدث الأب وابنه عن مهام الطبيب البيطري وكيف يستطيع أن يتعرف معاناة الحيوان مع المرض بفضل علمه وخبراته إلى هنا أصدقائي نكون قد وصلنا إلى نهاية فيديو اليوم أضرب لكم موعدا في فيديو قادم مع السلامة ترجمة نانسي قنقر